طبعا مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية وياكم أخوكم العبيد اليوم بنتكلم عن أفضل أماكن للدخول وطبعا حاليا أكيد هي أفضل أماكن للدخول لو إذا في أفضل ممكن يكون بعد فترة بسيطة وإن شاء الله ما يكون نزيل وبنتكلم عن كيف أنك تبحث عن عملات مميزة بروحك طبعا بدون مساعدة أي حد وتشاركنا فيها ونفيد بعض إن شاء الله طبعا الحين بننتقل لكيف وين أماكن الدخول والخروج وشو اللي يصير خلال هالفترة بنتكلم عن البوررن والبير ماركت البير ماركت شي يعني بير ماركت البير ماركت يعني السوق يكون صاعد ونشوفها هابط نفسها الحين هابط والبوررن اللي هو صعود السوق فأكيد بعد كل نزول في صعود بس هذا الرسم البياني هذا هذا الرسم البياني تقريبا لسنة وحدة ففي مرسم بياني لأربع سنوات لعشر سنوات المهم نحن بنتكلم عن الأربع سنوات السنة هذي عرفون طبعا حاليا أفضل وقت للدخول هو الوقت الحالي اللي هو بيكون في هذه المناطق لأن السوق أصلا واصل في هذه المناطق فمجرد ما ندخل هنا مثلا على سبيل مثلا بنكون دخلنا مثل في هذه الأماكن السوق راح يصعد بيستوي اللي هو شو البوررن فبيصعد في مثل هذه المناطق فهذه المناطق تقريبا على الأقل على البرد يوصل لنا عشرة أكس عادي عادي جدا عادي نشوف عشرة أكس من هني لهني وايد ناس في الفترة اللي طافت اللي دخلوا من جريب خلال السنة تقريبا دخلوا في هذه المناطق اللي هي يعني شوف القمة دخلوا في القمة هم أول ما دخلوا شافوا السوق تمي صحد قالوا لا نحن بس خلاص دخلنا والسوق رايح ما في شيء اسمه طلوع فقط في شيء اسمه طلوع نزول طلوع نزول طلوع نزول هذه حيات اللي هي أو الأسهم أو العبلات الرقمية بشكل عام هذه حركتهم السونية السنوية الدورة السنوية أو الدورة الشهرية يعني أو حركتهم اليومية حتى فالحركة مش مستقرة فالحركة تمشي صعود نزول حلوين حلوين فالناس اللي دخلت في هذا المكان أو اللي دخلت في هذا المكان يعني ما كانوا يعرفون دخلوا شذي فلازم الحين تعرف أنه في شيء اسمه فترة للدخول أفضل فترات الدخول الحين أفضل فترات الدخول وما راح يكون في أفضل إذا راح يكون في أفضل إذا هبط البيتكوين أكثر عن الأربع وعشرين حاليا حلوين حلوين نحن حين خلصنا تكلمنا عن اللي هو أفضل أماكن للدخول وأفضل يعني بيكون حتى الخروج بنتكلم عن الخروج الخروج لما يوصل نشوف البيتكوين يعطينا أعلى لمثله يعني متوقعين كبار الخبراء أن البيتكوين بيروح من الأربع وسبعين لغاية الأميو تقريبا تساطعشر ألف دولار أميو تساطعشر ألف دولار تقريبا فمن بين هذي طبعا البيتكوين كل ما يرتفع رفع العملات معه فع سبيل المثال ع سبيل المثال نحن أنا في نقطة نسيت تنوح عليها الحين بقولها طبعا أنا قلت أن في عملات بتكون في عشر أكس ع سبيل المثال مثلا شيبة لونة إثيريوم شو ما كان يعني هذه العملات تعطيك عشر أكس تقريبا في عملات أخرى تعطيك أكثر عادي تعطيك أمية عادي حتى نشوف ألف أكس يعني مات يعني ألف ضعف المبلغ عادي فعشان شي أنا بسوي هذا الفيديو لليوم أنه بنتكلم كيف تعرف هالعملات وكيف تحصلهن أنت بروحك تفيدنا وتفيد الناس يعني ليش لا؟ تفيد بعض طبعا أنا بحط رابط هذا الموقع اللي هو الكون ماركت كاب اللي بندور من خلاله بحطي رابطه أسفل الفيديو وبحط رابط التليجرام اللي أنا أحط فيه الأخبار اليومية اللي تأثر على السوق ومرات أحط صفقات يعني شو نشتري شو بيه على سبيل المثال يعني خلنا ننتقل للبارت 2 موقع اللي هو كوين ماركت كاب اللي قد بحطي أسفل الفيديو فيه تقريبا عشرين ألف واربعمية سبع وثلاثين عملة تمت خيلين عشرين ألف عملة موجودة في هذا الموقع من خلال أربعمية وتسع وتسعين منصة يعني أربعة وتسع وتعين منصة كل وحدة شالة يعني من هذه العملات خلنا براويكم فكرة كيف أحصل عملة ممتازة طبعا البحث جدا متعب جدا طويل ما في شي سهل يعني وائد متعب عشان حصل عملة ممتازة وعملة استثمارية حق المستقبل اللي بتطلع لنا مثل ما قلت عشرة أكس أمية أل أمية أكس ألف أكس يعني الرقم لي أنتوا تتخيلونه خلنا ندور لنا مثلا على سبيل مثلا شي بعيد وناخذ فكرة برايكم مش كيف الفكرة هي كيف نبدأ عشان نطلع من خلالها ونعرف كيف نبحث فيها خلنا نروح بعد بعيد شوي لأن هاي هاي لو الصفحات ويد قراب خلنا ننتقل تقريبا ليه الألف ألف وشوي أوكي شي حلو شي طيب خلنا ندخل على سبيل المثال اللي هي بايد نتورك الرانك اللي هو ألف ومية وخمسة وخمسة ما علينا من الرانك لأن مثل ما شفنا قبل فترة اللي هي عملة تقريبا ألفين وشي بس عملة جبارة صراحة عملة خطيرة اللي ما استثمر فيها أنصح أني استثمر فيها وفيها عائد سنوية الحين تقريبا اللي هو عشرين بالمية في السنة نزين خلنا نكمل طبعا من خلال منصة اللي هي البنك هاي قبل عشان ما أنسى نزين ماركت كاب تقريبا مليونين ونص والفوليوم اليومي تقريبا ستة وسبعين ألف تقريبا واللي موجودة والمتاحة تقريبا ثلاثة ومانين مليون تقريبا هي أيوة الماكس سابلاي تقريبا اللي هو خمسمية واربعة سعين حاليا دامنا فيه مكس سابلاي يعني ما يصير تضخم في المستقبل توتال سابلاي بعد نفس الشي فدامنا يكون فيه مكس سابلاي يعرفوا أنه ما راح يكون فيه تضخم أهم شيء المكس سابلاي ينشوف يعني مثلا سيبثان نشوف هذا نشوف سوري هذا المكس سابلاي ونشوف الجماعة اللي هنا طيبين في لهم حد هاي بوادر جدا طيبة لأن العملة فيها حد نزيل ننتقل شون راح نشوف فيها بعد ما نشوف هذا كله طبعا ننتقل للوب سايد ما لهم نشوف شو مشروع العملة شو مقاوماتها على شو ماشية هل في خطط زمنية هل العملة وهمية هل الموقع وهمي هل في شيء يعني ني لس نشوف نفتش نطالع بشكل عام عن العملة نقرأ فيها أمية بالأمية عشان ما ندخل في شيء نحن ما نعرف فيه بعدين نروح لتويتر تويتر جدا مهم الخاص بالمنصة يحطي لك شو الأبديت يعني الجماعة يحطون الأبديت أول بولة مثلا هاي تغريدة قبل ثلاثة أيام تقريبا أربعة أيام وهاي تغريدة قبل خمس وعشرين دقيقة يعني نيس نشوف هاي قبل أربع ساعات نيس نتبع شو مشاريعهم شو أفكارهم شو جديدهم نيس نشوف إذا الجماعة ماشين على النهج اللي هم يكتبونه فهذا شيء جميل يعني عسي مثال حطوا مشروع إنه راح ينفذ في تاريخ واحد واحد لما نيس تاريخ واحد واحد نشوف الجماعة ما نفذو أما إذا شفنا الجماعة ما نفذو هني يتقل أسهم الشركة الناس تبدأ تطلع الناس تبدأ تعرف إنه ما فيه مصداقية كيف نحن ندخل في مكان وما فيه مصداقية فهذا ينزل فبعد لازم تشوفون هالأشياء فهذا يتبدأ تتعبون بس إذا حصلتوا شيء بتكونوا حصلتوا شيء ثمين يعني العشرين ألف هذي فيها أشياء ممكن تحط أمية دولار وتحصل لك عشرة آلاف دولار فيها عادي بكل سهولة بس تحتاج واحد يدور ويحتاج شيء ثاني صبر يعني مش تحط اليوم تطريق بعد سبوع لا عادي يأخذ المبع سنة شهرين ثلاث أنت وحظك يعني وطبعا مثلا لو أنت تبقى تعرف حركة العملة هل هي العملة بالفعل كانت تتحرك ولا ما كانت تتحرك فننزل تحت نشوف الأوفر ريفيو نحط البرايس مثلا نبدأ نشوف حركة العملة هل هي حركتها هل هي تتحرك بالفعل ولا كلام فاضي لأن في عملات جامدة يعني بس تتحرك فهاي تكون ما تبشر بخير نزين نروح لشيء ثاني اللي هو مثلا عسبي المثال أنت تبقى تعرف الأمية الدولار كم سهم تعطيك عسبي المثال نحط أمية الدولار الأمية الدولار شوفوا كم عطتك تقريبا نفس الفكرة إذا أنت تبقى تعرف كم الرقم اللي بتعطيك يعني تبقى تعرفها الحين العملة هذه موجودة في أي منصة لأنه مش شرط تكون في باينانس كوكاين يعني المنصات اللي هي القوية فلازم تبحث وتعرف كيف هذا حين هني هم مسهلي لك الموضوع جدا حطي لك الماركت من خلال الماركت تقدر تعرف هي العملة موجودة وين شوف حطي لك أن هي موجودة خلال أربع منصات تقدر تحصلها في الأربع منصات هاي وتشتريها وأخيرا طبعا النيوز نفس الفكرة اللي كتقولها يعني بعد حطي لك أبرز الأخبار الخاصة بالعملة بدال ما تيس تدور ويعني تشوفه هنا عشان يمكن مرات ما ينزلوا لك هنا فأنت تروح على توتر وتشيك بنفسك ويعطيكم العافية على المتابعة وطولنا عليكم وتصبحون على خير